الله وبركاته الضالين آمين ولكم نصف ما ترك أسواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أردين ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أردين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخم أو أختم فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء من بعد وصية يوصى بها أردين غير مبار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعقد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان دوابا رحيما إن فالتربة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة